باستمرار للضربات الامنية الحاسمة التي توجهها الاجهزة الامنية لتجار ومروج المواد المخدرة والتي تعكس يقاذتها وضبقة عمليات الرصد والمتابعة ليقطع الطريق امام هذه العناصر الاجرامية لترويج سمومهم القاتلة وبما يحمي الشباب من الوقوع فريسة للإدمان في هذا الاطار رصدت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والاسلحة والذخائر غير مرخصة وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة نشاط عنصرين اجراميين تخصص في نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة بمحافظة السويس وتروجها على عملائهم بجميع انحاء الجمهورية عن طريق اعداد مخازن سرية داخل سيارة نقل بعيدا عن الرصد والمتابعة الامنية عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهما وضبطهما على استقلالهم السيارة المشر اليها بنطاق قسم شرطة الجنايم بالسويس ونجحت الادارة في ضبط ستة الاف تربة لمخدر الحشيش تزن ستمائة كيلو جرام وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة باثنين واربعين مليون جنيه واستكمالا لتلك الضربات واحباط محاولات الجلب والترويج فقد تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات وفي ضربة امنية حاسمة بالتنسق مع قطاعات الامن الوطني والامن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالاشتراك مع مدريات امن الجيزة تمكنت من ضبط احد العناصر الاجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الايس واتخذا من دائرة قسم شرطة حدائق اكتوبر بالجيزة مصرحة لمزاولة هذا النشاط الاجرامي وبحوزة كمية من مخدر الايس تزن خمسين كيلو جرام وتقدر قيمتها المالية لخمسين مليون جنيه هذه الضربات الامنية القوية التي تحبط محاولات الجلب والترويج انما هي تأكيد على يقاضة واحترافية الاجهزة الامنية لتصديها الحاسم لمحاولات اغراق البلاد بالمواد المخدرة فهذه الضربات الاستباقية تسهم في حجب كميات هائلة من المخدرات عن البلاد